أغلب النساء الحوامل لا يعرفن بموعد الحمل إلا بعد مرور أسبوع أو أثنين من حدوث الحمل وتلك هي الفترة التي يبدأ بها الجنين في النمو ولذلك يجب على المرأة الحامل الاهتمام بغذاؤها الصحي المتكامل فور معرفتها بحدوث الحمل وذلك عن طريق تناول نظام غذائي متنوع حيث يجب أن يكون مجتملا على جميع العناصر الغذائية التي تعمل على تعزيز نمو الجنين أهم المواد الغذائية اللازمة لنمو مخ الجنين أولا الأطعمة التي تحتوي على البروتين مثل الأسماك والبقوليات والدواجن واللحوم وهذه الأطعمة تساهم في تكوين الناقلات العصبية ونهايات الأعصاب التي تسمح بتواصل الأعصاب مع بعضها ثانيا الأطعمة التي تحتوي على الدهون والأحماض الأمينية مثل الأوميجا ثلاثة وبعض الزيوت مثل زيت بذر الكتان وزيت الصوية وزيت السمك لأنها تساعد على تطوير أغشية الخلايا الجنينية والنهايات العصبية بالإضافة إلى أنه يجب على المرأة الحامل الحد من الأطعمة التي تحتوي على نسب عالية من الزبد والسمن والدهون المتحولة التي تحتوي على نسب عالية من الكوليسترول ثالثا الأطعمة التي تحتوي على نسب من الكربوهيدرات ومن المفضل أن تأكل المرأة الحامل الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات المعقدة مثل الموجودة في الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة وتعتبر الكربوهيدرات هامة جدا للمرأة الحامل لأنها تمد الجنين بالجلوكوز كما أنها مصدر الطاقة الذي يحتاجه مخ الجنين رابعا الأطعمة التي تحتوي على الزنك والحديد والنحاس واليود فيساعد الحديد على إنتاج الناقلات العصبية لمخ الجنين ويوجد بكثرة فيه السبانخ والعدس واللحوم والزنك يساعد على تطوير الناقلات العصبية وتطوير الجهاز العصبي اللا إراضي في مخ الجنين ويوجد الزنك بكثرة فيه الزبادي المضاف إليه فاكهة والدواجن ولحم البقر والنحاس ويساهم في إنتاج الناقلات العصبية ونقل الإشارات العصبية ويوجد بكثرة في الكاجو والفاصولية وكبد البقر والمشهوم أما اليود فيساعد على تطوير الجهاز العصبي الخاص بالبنات ويوجد بكثرة فيه الملح المعالج باليود والزبادي قليل الدسم والحليب والأسماك أهم الفيتامينات التي تساعد على نمو مخ الجنين أثناء فترة الحمل الكولين فهو يساعد على منع عيوب الأنبوب العصبي والحفاظ على صحة مخ الجنين ويتوفى فيه الكبدة واللبن والبيض واللحوم وفيتامين بي المركب الذي يحتوي على الثيامين وحنض الفوديك وفيتامين بي 12 وفيتامين بي 6 الذي يعمل على منع عيوب الأنبوب العصبي ويتوفى فيه التونة والعتس والكبدة والبطاطس والحبوب الكاملة أهم الأطعمة التي يجب المداومة على تناولها أثناء فترة الحمل أولا البيض يحتوي على 12 نوع من الفيتامينات والمعادن بالإضافة إلى البروتين والكولين وينصح بتناول بيضة أو اثنتين في النظام الغذائي اليومي ثانيا سمك السلمون فهو مصدر جيد للبروتين وأوميجا ثلاثة ثالثا البقوليات فتحتوي على نسب كبيرة من البروتينات والألياف وحمض الفوليك والحديد رابعا البطاطا الحلوة التي تحتوي على نسب عالية من الكاروتينات وحمض الفوليك وبيتامين جيم خامسا الحبوب الكاملة مثل الفشار فتحتوي على نسب عالية من الألياف وبيتامين ألف والسيلينيوم سالسا منتجات الألبان لأنها مصدر هام للكلسيوم المهم جدا لبناء عظام الجنين وهناك بعض الملاحظات الهامة حول غذاء المرأة الحامل أولا إذا كانت المرأة حاملا وهي مقصرة في الحفاظ على تناول الأغذية المهمة فإن ذلك سوف يؤثر على نمو مخ الجنين ثانيا عدم تناول حمض الفوليك بكمية كافية في النصف الأول من الحمل سوف يؤدي إلى حدوث بعض العيوب الخلقية للجنين مثل عيوب الأنبوب العصبي وأخيرا إذا كانت المرأة الحامل مقصرة في تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين با المركب والدهون والبروتينات أثناء فترة الشهر السادس والسابع من الحمل فإن الجنين سوف يكون عرضة للإصابة بالأمراض العقلية لاحقا